السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن ما زلنا في فجر الدعوة الاسلامية والقرآن الكريم يتنزل على قلب النبي الامين بواسطة جبريل عليه السلام وما زال الاسلام غريبا وطوب للغرباء وما زال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصدع بدعوته لكي ينشرها بين الناس لكن لم يتبعه الا الفقراء والمساكين والمستضعفين والكثير من العبيد كان القرآن الكريم يتنزل من السماء الى الارض كل مرة ينزل جزء او صورة او اية فيتلقفها الصحابة ويقرؤونها كلام يتنزل من السماء وهذا الكلام غريب جدا انه قوي وفيه توجيهات وفيه تعليمات وفيه اخبار بالذي مضى واخبار بالذي سوف يكون وفيه دعم نفسي كان اول ما نزل صورة العلق اقرأ ثم بعدها صورة القلم ثم بعدها صورة المدثر ثم بعدها صورة المزمل ثم الفاتحة ثم التكوير ثم المسد ثم الاعلى وبعد ذلك صورة الليل واليوم مع الصورة العاشرة في ترتيب نزول القرآن انها صورة الفجر تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نتأمل في هذه الصورة يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لدي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون دي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الانسان اذا مبتلاه ربه الى اخر الصورة الصورة فيها مقاطع فيها مقدمة وفيها اشكالات موضوعية بالداخل وفيها نهاية دائما تحمل بشارة هكذا القرآن الكريم كل الصورة هي عبارة عن رسالة من السماء الى الارض المخاطب الاول بها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعده الصحابة والمشركون الذين كانوا في زمانه ثم المخاطب بها بعد ذلك كل الخلق جميع الناس في كل زمان في كل مكان وكأن القرآن الكريم لا زال غدا طاريا يتنزل من السماء ربكم يخاطبكم ونحن طبعا منهم هذا الكلام وكأنه موجه الينا نحن حتى في عصرنا هذا وفي ظروفنا وفي واقعنا لحظة تنزيل هذه السور كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسمع صراخ وصياح المستضعفين والمساكين والعبيد المشركون من كفار القريش اعتبروا هذه الدعوة الجديدة تهديد لمصالحهم وأنها سوف تؤثر على تجارتهم وتمسوا باقتصادهم وتخلخل عاداتهم وتدهب هيبتهم فكانوا يعتدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وجهوا الاعتداء خصوصا على المستضعفين في الأرض يقمعونهم حتى لا يكون هناك أتباع فنصبوا عدة عدة أماكن للتعذيب فيها السلاسل وفيها مثل السجون فيها الوطاق وفيها الأصفاض لهذا القرآن الكريم سوف يتحدث عنه في هذه السورة الصحابة معنويتهم صارت ضعيفة والنبي الكريم يتألم وماذا يفعل لهؤلاء والمشركون كانوا أقوياء كانوا لوبيات لوبيات عندهم السلطة عندهم المال عندهم القدرة كيف يصنع فجاء القرآن الكريم من السماء يعطيهم حقيقة الوجود وتحليل ما يقع ربنا قادر على أن يتخطفهم في لمحة البصر لكن الله تعالى هذا الذي يقع هو ابتلاء واختبار لكي يتبت المؤمنين من غير المؤمنين فجاء ربنا عز وجل يؤكد ويرفع المعنويات ويقول بسم الله الرحمن الرحيم والفجري وليال عشر والشفع والوتري والليل إذا يسري هذا كله قسم ربنا يقسم بهذه الأشياء لكي يخبرنا بموضوع مهم ما معنى ذا القسم ربنا أقسم بالفجر والفجر هو نهاية الليل وبداية النهار وقت فيه احترام وفيه قداسة وفيه هيبة فربنا يقسم بهذا الوقت لا يقوم فيه إلى العباد الزهاد الصالحون حتى في عصرنا هذا من يقوم منا لسلاة الفجر ومن يذهب إلى المسجد إلا من كان قوي الإيمان وكان صادق العهد أما أغلب الناس فإنهم يتدرعون بأن الوقت لا يسمح وضغطات العمل والمسؤوليات والأعباء فأهل الله هم الذين يوفقهم وربنا عز وجل لقيام الفجر والفجر وليال عشر ربنا يقسم بهذه الليالي ما هي الليالي العشر منهم من قال هي العشر الأواخر من رمضان هذه ليالي طيبة ليالي مباركة ليالي هي من أعظم أيام السنة فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر في العشر الأواخر وربنا فيها يغفر لعباده المؤمنين ويعتق الرقاب من النيران وبعض المفسرين قالوا لا المقصود بليالي عشر هي ليالي العشر من دي الحجة وهي أعظم أيام السنة لأن فيها اليوم العظيم وهو يوم عرفة ويوم عرفة هو خير يوم في السنة ربنا عز وجل يغفر فيه لعباده المؤمنين حتى إن إبليس لا يرى يوما يكون فيه تعيسا وشقيا أكثر من يوم عرفة لما يرى بأن الله تعالى يغفر لعباده المؤمنين كل يوم عرفة فالمقصود ربنا يقسم بهذه الأيام المباركة أيام عبادة وأيام سجود وأيام ركوع مع العلم أن الصيام لم يشرع بعد والحج والعمرة وعرفات لم تشرع بعد نحن الآن في الشهور الأولى من الدعوة الإسلامية يعني تقريبا في السنة الأولى سنة أولى من الدعوة الإسلامية في فجر الإسلام ثم يقول والليل إذا يسري يذكرنا الله تعالى والشفع والوتر هنا أيضا والفجر وليالين عشرين والشفع والوتر هنا أيضا ربنا عز وجل يذكرنا بقيمة الشفع والوتر لهما يكون دائما بعد العشاء تذكروا بأن الصلاة هنا لم تشرع بعد نحن في السنة أولى هجرة والصلاة شرعت في ليلة الإسراء والمعراج في تقريبا التاسعة أو العشرة للهجرة للدعوة والمعتا فيخبرنا الله تعالى بأن الشفع والوتر مهمين لأنهما سنة مؤكدة هذا إشارة لأن الإنسان قد يفرط في السنن ويفرط في النوافل لكن لا ينبغي أن يفرط في الفجر والشفع والوتر الفجر هو أول صلاة قبل سات الصبح نبدأها بالفجر رغبة الفجر ثم فارضة الصبح والشفع والوتر هو آخر اليوم لما نصل العشاء الأخيرة نقوم بالشفع والوتر وكأننا ننتهي من الصلاة فربنا يحكي لنا عن أول النهار وآخر النهار إلى أن يقول والليل إذا يسر الناس بعد الصلاة وبعد العمل وبعد الشقاء يذهبون للنوم للراحة والطمأنينة وهنا نرى رحمة الله وكرمه سبحانه هذا الليل وهذا السكون وهذا الهدوء هذه نعمة تصورا لو كان هناك ضجيج وشمس محرقة وكان هناك رياح أكيد أن الناس الناس سوف يشعرون بعذاب شديد لكن انظروا إلى رحمة الله الواسعة ينزل علينا ليلا فيه سكون وفيه هدوء حتى نخلد للراحة ونجدد الطاقة ونبدأ يوما جديدا لماذا ربنا يقسم بكل هذه الظواهر ليقول لنا هل في ذلك قسم لذي حجر وكان ربنا يقول ذي حجر هم أصحاب العقول وأصحاب القلوب الوعية هؤلاء ربنا لا يحتاج أن يقسم لهم بكل هذه الظواهر الكونية لأن هؤلاء مسلمون ومدعنون وينقادون لأمر الله فلا يحتاج ربنا عز وجل ليقسم لهم إذن ربنا لماذا يقسم؟ إنه يقسم لغير المؤمنين من المشركين ومن الكفار ومن الملاحدة ومن المتعنتين هؤلاء هم مقصودهم لا عقل لهم أما المؤمن الصادقون ذي حجر أو للعقول فربنا لا يحتاج أن يقسم لهم هل في ذلك قسم لذي حجر؟ تعجب ويقول يا محمد ويا أيها الناس ألم تروا ما الذي وقع؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ توجيه إلى هل لك أن تنظر في التاريخ؟ هذا الذي يقع الآن أمام أظهركم وأمام أعينكم هل لكم أن تنظروا في التاريخ ما الذي وقع؟ ربنا يذكرنا بتلاتة من الدول العظمى التي كانت تحكم العالم قبل البعتة الإسلامية نحن في عصرنا هذا عندنا دول العظمى هي المتحكمة في الاقتصاد والمتحكمة في السياسة الدولية ومتحكمة في شؤون البشر عندنا مثلا دولة الولايات المتحدة الأمريكية دولة روسيا بريطانيا العظمى وغيرها من الدول فأيام زمان أيضا كانت هناك دول عظمى نتحكم في الاقتصاد العالمي بعضها كان مؤمنا صادقا ولكن البعض الآخر اغتر بالسلطة واغتر بالجاه واغتر بالتروة واغتر بالقوة العسكرية واخده العجب ما الذي وقع له ربنا يذكرنا مدى وقع يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمودى الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون دي الأوتاد الذين اتغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد يتحدث هنا ربنا عز وجل عن الأسياد عن القادة عن الذين يسيرون الشعوب ويسيرون المجتمعات أعطاننا مادش تلاتة النموذج الأول عاد عاد وإرم هدو وحد الدولة كانت توجد في جنوب الجزيرة العربية ويسمون بالأحقف هي بين اليمن وحضر موت وكان يعيشون في كتبان الرمال هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة وأعطاهم الحكمة في الصناعة فأنشأوا دورا عظيمة من كتبان الرمال صنعوا دورا عظيمة وصنعوا أسلحة وصنعوا قوة مدهلة ومن تم كانوا يشعرون بالغرور ربنا أعطاهم حتى في الصورة ديالهم كانوا طوال القامة وكانوا مفتولي العضلات أعطاهم ربنا من كل خير لما ينظر أحدهم إلى شكله يعجب يا دقنا ربنا عز وجل إرم دات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد واش كانشوا واحد بحل قوموا عاد في الجمال في الطول وفي العرض وفي القوة وفي الدكاء إرم دات العماد عندهم عماد كبير كانوا يبنون دورا عظيمة من الرمال حل نطي حد سحاب دور كبيرة عن طريق الكتبان الرملية وعندهم قدرات مدهلة وأعطاهم الله خيرات كثيرة هؤلاء ما الذي وقع لهم أنهم تجبروا واعتدوا وأيضا لما جاء نبيهم هود عليه السلام ودعاهم إلى الله تعالى صنعوا مثل ما صنع كفار قريش بأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا الدعوة والتجأوا إلى المستضعفين وعدبوهم وربطوهم تحت أشعة الشمس فماذا كان عاقبتهم ربنا أمهل أمهل إن الله يمهل ولا يهمل فسلط عليهم ريح ريح ذهبت بدورهم وبكتبانهم وبكل شيء ريحا سرسر عاتية هذه الريح لم تبكى على شيء فصاروا مثل قاع جوفاء ثم يقول الله تعالى ألم ترك ففعل ربك بعاد إرمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد هذا قوم آخر قوم ثمود قوم ثمود كانوا يعيشون في شمال الجزيرة العربية منطقة صخرية بين المدينة والشام هؤلاء حول الأردن وما حولها كانوا ينحتون من الجبال بيوتا الجبل عظيم ينحتون منه قصر ومغارات ويتفننون في الإبداع الهندسي هؤلاء قال ربنا جابوا الصخرة بالواد كان هناك ويديان يأتون بالصخور ويبنون قصور عظيمة لا زاة لحد الساعة قصر البطراء مثلاً وحتى تمود وعاد لا زالت ديارهم إلى حد الساعة موجودة والنبي الكريم في تبوك من يمر من هناك يقول لابد أن يبكي أو يتباكع ويستعيد بالله من غضب الله ومناطق سهرة الآن مظاهر سياحية في نواحي الجزيرة العربية وهي مش سياحية هي أدلة على عقاب الله للطغاة والمتجبرين والظالمين والعياد بالله إلى أن قال ألم ترك ففعل ربك بعاد إرمدات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون دي الأوتاد تكلم عن فرعون فرعون صاحب موسى عليه السلام دي الأوتاد الأوتاد مقصود بها أنه بنى الأهرامات الأهرامات عبارة عن جبال حل الجبال أوتاد وجعلنا الجبال أوتادا أن تبيد بكم صنع مثل الجبال فوق الأرض منطقة صحراوية وجاء بصخور ضخمة كبيرة وبنى بها أهرامات الآن تسمى من عجائب الدنيا السبع لازلت الأهرامات الآن كمناظر سياحية في مصر هذا فرعون وغيره تمود وعاد قال ربنا عز وجل الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد لما شعروا بالطغيان أنهم لا يمرضون وعندهم أموال طائلة وأمرهم مسموع وعندهم شيوش وعندهم هالة ما الذي يقع الإنسان يتكبر ويتجبر على الخلق فبدأوا في الفساد فأكثروا فيها الفساد لو صنعوا فساد قليل ربنا غفار ربنا ستار كل الناس يقعون في الخطايا ويقعون في الدنوب لكنهم يستغفرون وينيبون وربنا هو الستار لكن هؤلاء أكثروا فيها الفساد يعني هم صنعوا أماكن للفساد والإفساد وشجعوا عليه وكل من دعا للإصلاح كمموا لسانه وقيدوا أدرعه ورموه في السهن فربنا عز وجل يقول فأكثروا فيها الفساد ماذا كانت عاقبتهم هؤلاء الأقوام فصب عليهم ربك صوت عداب القوم الأول لهم قوم عاد ربنا سلط عليهم ريحا سرسر عاتية ريح لكن قوم قوم تمود ربنا سخر عليهم ماذا؟ رمال وسخر عليهم تجرهم جميعا أما قوم 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 فرعون فقد أغرقهم في الماء والعياد بالله هذا معنى قوله تعالى فصب عليهم ربك صوت عداب هم يضربون الضعفاء بالصوت هذه اللحظة هذه الآية تنزل وديك سعر أبو جهل وأبو الحكم وأمي بن خلف وغيرهم يجلدون بلال الحبشي ويجلدون سهيب الرومي ويجلدون ياسر أم ياسر ويجلدون كل هؤلاء الصحابة بالصوت فقال ربنا عز وجل فصب عليهم ربك صوت عداب يذكرهم صوت الله تعالى ليس كصوت هؤلاء الرجال إن ربك لبالمرصاد معنى أن الإنسان هل يمكن أن تهرب أو تفلت من العقاب هل عندك من تختبئ عنده أو يحميك إن ربك لبالمرصاد إنه قوي هنا ربنا عز وجل تكلم عن السادة تكلم عن القادة تكلم عن أصحاب الأمور الذين قد يغترون هذا مصيرهم والعياد بالله ثم ينتقل ربنا عز وجل إلى الشعب ينتقل إلى المجتمع ينتقل إلى عموم الناس الناس حتى الناس عاديين تجار ومستخدمين وعموم الناس فيهم فتن داخلية فأخبرنا الله عز وجل عن حقيقتهم فمدى قال عن الإنسان يستمر فيقول فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون الترات أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا هنا ربنا عز وجل يدخل بنا في عالم النفس البشرية هؤلاء الإنسان أيها الإنسان الإنسان الناس عادة عندهم تفكير سقيم وعليل دائما يحكمون بالظواهر إذا أعطاه الله المال والجمال والتروى والجاه يقول ربي أكرما كم من واحد منا الآن في القرص بأنه أعطاه ربي وحد المقام جيد أعطاه وظيفة سامية أعطاه تروى أعطاه حضوة عند أهل السلطة وبين الخلق ماذا يقول ربي يا أكرما أنا ربي أتل في وعطاني هذا النعيم كله وبالمقابل يلقوا ناس آخرين يلقى إنسان ضعيف فقير مريض مهلوك ظروفه صعبة يقول انظر ماذا فعل يا ربي لقد أهانني هذا أعطاه الله يقوله في المثل يقول الله تعالى يقول الفل لما عنده دراس والعيد بالله يقول الناس هكذا كناية على أن ناس أعطاه الله المال والجاه والسلطة لما ولدوا وجدوا في فمهم العقم ذهب وآخر لما ولد القرص مقيد بالفقر يقول ربي أهانا هذا هو التفكير لعام عند الناس فربنا عز وجل يجيب فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاه انظروا إلى كلمة ابتلاه القضية فيها ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه مرة تانية ابتلا فقادر عليه رزقه فلوس قليلا عمر كريديات وعمر ديون فيقول ربي أهانا كلا كلا أيها الناس هذا التفكير خاطئ ليس كل من أكرمه الله بالمال والجاه وعطاه السلطة وعطاه الحضوة بين الكبراء معنى أن ربي أكرمه حاشا وكلا وليس كل من كان فقير أو شكله ذميم أو عنده صعوبة في الحياة أن الله أهانه كلا بل إن الله تعالى الكل مبتلى يبتلي الله بالغناء ويبتلي الله بالفقر يبتلي الله بالصحة ويبتلي الله بالمرض يبتلي الله بالصورة الجميلة ويبتلي الله بالصورة الدميمة ينظر هل هؤلاء المكرمين شكروا هذه النعمة وصرفوها فيما يرضي الله أم تغوا وتجبروا وينظر في هؤلاء الفقراء والمستضعفين هل صبروا على أمر الله أم أنهم تمردوا وشقوا ورفضوا الكل مبتلى ليس هناك فرق بين غنيين وفقير ليس كالفكر الماركسي أو الفكر اليساري أو الشيوعي دائما الصراع بين الأغنياء والفقراء لا قد يكون غني وعنده إيمان ويقين وقد يكون فقير ويكون جاحد لا يستهون عند الله والعكس صحيح القضية كلها ابتلاء لهذا ربنا كررها مرتين فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ثم قال وأما إذا ما ابتله ربه فقدر عليه رزقه كل ابتلاء إلى أن يقول ما هو السبب؟ السبب أنكم لا تكرمون اليتين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما يعني أن الناس أيام زمن كانوا يعبدون الآلهة الأصنام والأوتان الساف ونائلة وهبل واللات والعزة لكن فيما بعد هناك أقوم آخرين يعبدون المال الدنار الدولار الأورو يعبدون الدرهم يعبدون كل همهم جمعوا المال يعمل في كل الاتجاهات يتاجر بالمال ينخرط في العمل السياسي من أجل المال يبحث عن المنصب من أجل المال يتزوج ويبحث عن أسهار من أجل مضاعفة المال كل همه المال وكأن المال صار إله يعبد من دون الله الإنسان يفكر في المال والمال حتى اللي بغي تزوج شحال عندك وشحال كتكسب وشحال بقي لك دائما المال واللي بغي تعطيه تقييم عام أين تسكن في أي مقر سكاني وتعطيه قيمة بحسب سكنه حتى قالوا بأن السكان نسب صار الناس يحبون المال هذا كان أيام زمان وفي كل عصر ولكن لما يجمعون المال ماذا يفعلون به هل يصرفونه في طاعة الله هل يوسعون بأن الفقراء والمساكين كلا إنهم يجمعون المال فقط لكي يشعر بأنه مليونير أو ملياردير أو قارونير فقط يشعر بأنه عنده رصيد أكبر ولكن ما قيمة المال إذا كان لم يصرف للفقراء والمحتاجين والمرضى والمستضعفين فقال ربنا عز وجل كلا بل لا تكرمون اليتيم بدأ بالأيتام وهذا الأمر كان في الجاهلية لأن كان هناك حروب ويموت فيها الرجال ويبقى الأطفال أيتام فيأتي الرجل القوي ويضع ماله على مال اليتيم ولا تحضون على الطعام المسكين هناك فقراء مسحوقين لا يدني شيئا في الطعام حتى الإطعام ما فيه إطعام لا تحضون على الطعام المسكين كنت تقول لك لو شاء ربكم لأطعمكم غوروا عن وجهي ويتردونهم وتأكلون التراث أكلا لما التراث يعني الميرات إذا إلي القوا الميرات كل واحد كي بغي يأخذ نصيبه كله ما كي بغي يدكاري مثل حض الأنتيين أو هذا دس دس التمون ما يكررش يأخذ كل شي وتأكل التراث أكلا لما كله أكلا لما ما كي يخلي والو ما زال كلي كي يأكل يوكل إن واحد الفئة تأخذ كل شيء تستحوذ على كل شيء وتأكل التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمع حبكم لله غير موجود حبكم للوطن خدع حبكم للقيم الكونية والإنسانية تضليل إنكم فقط تحبون المال حبا جمع إلى أن يقول ربنا عز وجل كلا لاحظوا معنا كل مرة ربنا يكرر كلا كلا جرس موسيقي في كلمة كلا تنبيه كأن ربنا ينبهنا احضروا أيها الناس فيذكرنا بعالم البعث وعالم النشور هذا منهج القرآن القرآن الكريم لما يعرض قضية في الحياة ويعرض مشاكل النفس البشرية والصراع بين الخير والشر يذكرنا بأن يا ناس تذكروا هادما لدات يا ناس الحياة قصيرة جدا 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 وكلنا سوف نغادر ما في تروة ما في سلطة ما في شواهد علمية ما في زبونية الكل سوف يأتي إلى الله تعالى حفة عرات ضعفاء فيذكرنا الله تعالى بدك المشهد الغريب المخيف الذي ينتظرنا في الساعة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا هذه الأرض التي نحن فوقها سيأتي يوما ستدك دكا دكا ستكون فيها زلازل وبراكين وخصف وقصف إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها دكا دكا هذه الأرض نحن الآن فرحان بها والمطر كيسوى التمان باش نبنيو ونعلو وحد اليوم كلها سوف تفنى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا يوم البعث والنشور كانوا دائما يفتخرونهم بالجيوش يأتون صفوف جيوش ومدرعات لكن يوم القيامة الجيوش هم ملائكة الرحمن سيأتون صفوفا صفوفا مثل الاستعراض العسكري ومن يتقدمهم يتقدمهم رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا إلى أن قال وجاء يومئذ بجهنم قيل بأن جهنم سوف يجرها الملائكة بالسلاسل جيين بها كانت في واحد المقام ويقربونها والعياد بالله إلى أن يقول يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى هذا المشهد الرهيب المخيف ما بقى فلوس ما بقى التروى ما بقى السلطة ما بقى الزبونية ما بقى المحسوبية ما بقى أي حاجة ممكن الإنسان يتشبت بها ويستقوي بها ما بقى أي شيء فإن إنسان يقول يتذكر آهن لو رجعت بي الأمور إلى الوراء لما فعلت مثل ما فعلت لتصدقت بهذا المال على الفقراء والمساكين وأكرمت لي تاما لو رجع بي الوقت إلى الوراء لقسمت الإرت بين إخوتي وأشقائي وأبناء عمومتي بالعدل بل ولتنزلت عن حقوقي لو رجع بي عن الوقت لكان منصبي في السلطة لكنت رحيما بالخلق لكنت أسهر على قضاء مصالحهم لكنت أسهر على أن أستجيب لمطالبهم آهن لو رجعت إلى الوراء ما وقعت في الحرام لا في الزنا ولا في شرب الخمر ولا في أكل مال الربا ولا في احتقار المستضعفين آهن يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني ما قدم والو كل ما كان يقدم يقدمه للدنيا والدنيا انتهت لكن الآخرة سمى ربنا حياتي الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة أما الدنيا هي معبر وهي كأنك سائح سوف تغادر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لاحظوا أن هذه اللحظة حينما نزت هذه الآيات كان سيدنا محمد يسمع الصوت يضرب المستضعفين سيدنا بلال ينادي أحد أحد وهناك القيود والسلاسل تسمع وتقرع الآدان فقال ربنا عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يعني كما تفعلون بهؤلاء المستضعفين وترمونهم في السجون وتقيدونهم وتجندونهم هكذا سوف يفعل بكم لكن في الختام دائما القرآن الكريم منهج جربية وتوجيه ربنا كل هذا يخوف ويهدب حتى نرتدع في الختام ربنا يريد مننا أن نكون نفسا أخرى فيقول في الختام يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا ختام الصورة ختام الصورة بدأت بالفجر والعين عشر والشفع والوتر بدأت بالصلاة وأوقات الصلاة وأوقات الخشوع وانتهت بخطاب النفس ربنا كل هذا الأمور وكل هذا النقاش وهذا الحوار التذكير الغاية منه أن تتربى وتتزكى أنفسنا فتصير نفسنا طيبة نفسنا مطمئنة يريد الله منا أن تكون نفسك أيها الإنسان طيبة مطمئنة فيقال لك عند خروج الروح يا أيتها النفس المطمئنة التي اتمأنت بلقاء الله واطمأنت للقرآن واطمأنت للمؤمنين من علامات المؤمن أنه مطمئن الذي عنده اكتئاب وعنده قلق وعنده توتر وعنده شعور بالأزمة وكي يقول غد ما شعر يوقع هذا في إيمانه نقص من علامات الإيمان القوي مطمئن الحمد لله كل شي زين كل شي مزيان وغن حسن الوضعية ولكن دائما تكون نفس مطمئنة مطمئنة بالإيمان مطمئنة بالله مطمئنة بإخوانه وأخواته وأحبابه وأقاربه نفس مطمئنة زاقية ما فيها توتر ما فيها تمرد يا أية النفس المطمئنة الله تعالى قلنا أبشروا يا أهل الله إن الله تعالى أعد لكم جنة عرضها السماوات والأرض ما فيها ظلم ما فيها استبداد ما فيها إقصاء كنتم تبحثون عن العدل الاجتماعية تجدونها في الجنة كنتم تبحثون عن حقوق الإنسان تجدونها في الجنة كنتم تبحثون عن الحرية الفرضية تجدونها في الجنة كنتم تبحثون عن علاقات التراضي بين الجنسين تجدونها في الجنة كنتم تبحثون عن الخمر في الجنة أنهار من خمر لذة للشاربين تبحثون عن أي شيء يرضيكم في الجنة راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهكذا تختم الصورة ويسدى الستار على خطاب ربنا عز وجل غايته أن الناس يرتدعون ويتذكرون ويعودنين ربهم اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يعيشون عليها ويموتون عليها ويبعتون عليها ثم تبشرهم بجنات عرضها السماوات والأرض فيها النعيم وفيها الخيرات وفيها البركات وفيها لقاء بسيدنا النبي والصحابة المكرمين والأنصار والمهاجرين وفيها لقاء الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هناك يقول المؤمنون نلنا ما كنا نرغب فيه ونلنا ما هوينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة